السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤخرا الكل يتحدث عن الفلفل الحار واستعماله كمبيد حشري ضد حشرة البقى الدقيقي واستعماله كمبيد فطري ضد بعض الفطريات في هذا الفيديو سنرى هل حقا هو مبيد حقيقي ام مجرد كذبة وكذلك سنتحدث عن بعض السلبيات لهذا المبيد لذلك حاول متابعة الفيديو الى الاخير اولا في البداية من اجل صنع هذا المبيد سنحتاج الى فلفل احمر انا استعملت هذا النوع من الفلفل وهو حار وحارق جدا ثم سنقوم بعد ذلك بتقطيعه الى اطراف صغيرة ونضعه في وعاء ثم نقوم بغليه بعدما قمت بغليه قمت بصبه في هذه القنينة وتركته حتى يبرد بعد ذلك ساقوم باستعمالي بعدما برد قمت بتصفيته ووضعته في مرشا وبعد ذلك ساقوم برشي بحشرة البقى الدقيقي وسنرى هل فعلا سيعطي نتيجة ام مجرد كذبة قبل ان نرى النتيجة لا تنسى الاعجاب بالفيديو اذا اعجبك والاشتراك في القناة اذا لم تكن مشترك بعد وتفعيل ازدار الجرس ليصلك كل جديد ولا تبخل علينا بتعليقاتك كما تلاحظون اصدقائي هذه هي حشرة البقى الدقيقي التي ساقوم بتجربة عليها هذا المبيد كما تلاحظون فهي منتشرة جدا في نبات اكليل الجبل او الرزميري قمت برش هذا المبيد مباشرة على حشرة البقى الدقيقي وكذلك قمت برش النبتة كاملة كما تلاحظون من سلبيات هذا المبيد هو انني عندما قمت برشه سبب لي العطاس وحرق في العينين وكذلك سبب لي التهاب في الحنجرة هي ليست بمشاكل كبيرة ولكن عند استعماله ستعاني كثيرا وهذه هي النتيجة بعد مرور ثلاثة ايام كما تلاحظون لازالت حشرة البقى الدقيقي موجودة كأنني لم افعل لها شيئا وايضا قمت باستعماله على فطريات البقى الدقيقي ولم يعطيه اي نتيجة لذلك لا انصحكم باستعمال هذا المبيد فهو فقط مضيع للجهد ومضيع للوقت شكرا على المشاهدة واتمنى ان يلقى الفيديو اعجابكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله